اهلا وسهلا بكم في قناة ديكم وقناة دي شخبركم بخير اليوم اجيتكم بواحد الفيديو اه على اه لي هو الخرطال اللي قيت اسماه بالعربية الخرطال و اه شوفان اسمته الشوفان حتى هو اه بغيت نوريكم شنو درتب بالشوفان درتبها واحد الباغ بالشوكولة و درتبها دي دي كريب ممكن نسميهم دي كريب ممكن نسميهم دي بانكيك ممكن نسميهم دي اه دي غالت يعني دي غالت بالشوفان هاد الباغ ديال شوفان بالشوكولة ما كتحتاجوش فيهم بقادر كبيرة اه فيها عشرين غرام ديال زبدة عشرين غرام ديال سقار اه ستين غرام بتاع شوفان اه ستين غرام بتاع شوكولة ديال شوكولة شوكولة كحل ومعلقة ديال زيت و اه عشرين غرام بتاع لوز اه مطحون كي ما كتشوفو يعني ماشي مقادر كتيرة اه هاد اللي باغ تشوفان بشوكولات ولي غالت اللي غتشوفوه من بعد اه هما اوكلات يعني مزيانين بسفل الناس اللي متابع الرجيم اه يعني تفطرو بهم في الصباح ما كيجيكمش الجوع يعني كي اه جوع يعني كي تلها شهية كتسد يعني كتشباك هالك شوفان كادل فترتيبية في الصباح فترتيبية بقالات واحدة يعني ما كتاكليش ما كيجيكش الجوع حتى الوقت هذا الغداء وصحين وما كتطلبش يعني كمي اذا ما اه امكانيات كبيرة باش نعملوها يعني سريعة ورخيصة وكتوجد ضغية ضغية هاد اللي باغ تشوفو باناني جمعت المكونات كاملة وجمعتها بيدي يعني اه تسقير الجملوها بيديكم ولا بالمعلقة كما بغيتون وما بعد عملتها في واحد طاوة وقديتها مزيان يعني اه تقصتها يعني تقصت هادك المكونات خلص باضياتها واخدت واحد شكل سطحي هكايا ومن بعد دخلتها على الفران اه دخلتها الفران اه دخلتها الفران على درجة حرارة مئة وثمانين درجة لمدة عشرة ديال دقائق دغية دغياغي كالتيب اه كنخليها تبرد شوية فوق الطاولة ومن بعد كنعمل كندوب هادك الشوكولات اه كندوبه في الميكرو موند اه تلاتين سوغاند هكاياك دغية دغية تلاتين سوغاند دغية كي يبطي يدوب هادك الشوكولات كندلي دلي مع القديل التعزيت وكندخلطه مزيان وتنكبه فوق هادك شوفان اللي حضرته في هادك الطاوة العملية سهلة سهلة بحل بحلب كاتشوفوا بانانيو ودخلتو لتلجة باش يبرد ومن بعد كنقطعوه يعني مستطيلات وبحدة ما بغيتو تحتفظو بيه تقدروا تعملو في في بابي آلومينيون اه يعني كتخليو في تلجةة وكل صباح تخرجو منه الكيميا اللي بغيتو تطروا بيعها ولبحدة ما ولداتكم بغيتو تحتو اللي هم بحضبها المدراسة وليس حاجة يعني كتبقى يعني وهد هد الوجبة هادي يعني الصحية وكتشبع كون وأكيدين يعني كتشبع زمن هنا بديتكم نحضر لقالت بشوفان هد لقالت دات فيهم ميتين وخمسين قرام ديال متاع الشوفان وثلاثين سنتيليت خذية للحليب وقرصة الملحة ووجوج بيضات العملية سهلة بزاف وهد المكوينة هدو كيخرجوا ليت قريبا كيحتواني خمسة ديال اللي قالت كان دير الزيت في المقلة وكان مضم طيب اللي قالت متاعلي عادي كيما قلت لكم بان هد المكونات ميتين وخمسين قرام ديال الشوفان ومع ثلاثين سنتيلي تخذيال الحليب كتعطيكم تقريبا خمسة ديال اللي قالت كتخليهم كتطيبهم بحل اللي بانكيك كيتين من الفوق ومن اللي تحت كتقلبوه لقالت ومن بعد كتقدموهم يعني تقدموهم بالعسل ولا تقدموهم بالزبيدة بالزبدة ومتوما ومتوما وراحتكم متوما وذك الشي اللي متوفر عندكم وبصحة ورا حاول تتمنى ان الفيديو عجبكم وما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي وتعملوا لي لايك وتخليوا لي التعليقة ديالكم زوينة وكان حبكم وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة